اه هنتكلم بالوقت سيعالة الانلاين ميتنج فاسيليتيشن اجزاء منها هي فاسيليتيشن عايزة بتاع الميتنج بس برضو كل ما الدنيا تبقى اونلاين كل ما نضعب بقى اصعب اول حاجة التايمينج هل ما عاد الميتنج ده مناسب للناس اللي انا بشتغل معاهم ولا لأ زمان واحنا في المكتب كان الموعيد يعني طبيعيا انت احنا كلنا موجودين في فترة النهار بنشتغل مع بعض فلينا محددة مجددا طب دلوقتي اكتشفنا في حاجات بقى تعنيه لا اللي هو ايه طب ما احنا قاعدين طب ممكن ميتنج ساعة عشر بالليل طب المعاد ده مناسب للناس ولا لأ ولي لو مناسب لكل الناس وتسببين يعني الكباسيتي بتاعتهم وكده ماشي ويحتاجين اتأكد ان هو مناسب للناس اللي انا هنحضر معاهم ولا لأ قادرين يبقوا فيه ولا لأ وطبعا بقى العادي بتاعنا بيبقاش عندهم فيه ميتنجس تانية او تاسك تانية اهم فهو قاعد معاك في الميتنج وبيفكر في التاسك التاني يعني ده البيزيكس الرايت اتنديز عشان الانلاين ميتنج زطيفة جدا بقى تلاقي لست كبيرة جدا كله قافل المايك وانتش عارف هو انت بحتاجه معاك في ميتنج ولا لأ وهو قاعد مش فاهم يعني هو معلق السماعات كده ومش فاهم هو الي بتقال حواريه فغالبا بيضق افر المايك وبيعمل تاسك تانية وانت منتش عارف اصلا بقى هو بيسمعك مبيسمعكش هو قام اساسا ولا لأ ان الميتنج ده جماع انتو جاي انت ضايع وقتي هنا ليه فقام ولا راح ولا مفيش بقى انت الناس مش معاك فمحناش قادرين نجاج ده وممكن الناس يعني توعد تكون موجودة في الميتنج مش علشان هم بيعملوا تاسك تانية مش علشان هو وحش او بيعمل اي حاجة بس هو مكسوف يقول لك وانت محتاجني في ايه وانت مختلفة مع ايه حاجة تانية تاسك تانية عايزة تشتغل عليها ومش لاقي ان هو ليه اي انفوت في الميتنج ده فبيبقى موجود وعملوا في المايك وخلاص فهنا انا بحتاجة بلان ان الميتنج يبقى فيه الناس الصحة الناس اللي انا محتاجاهم ملاقيش ناس كتير وناس دخلة وناس خارجة والانترنت قاعد عند حد وناس بتقع وخصص دي كلها وبعدين اصلا انا مش بحتاجاهم فلان ده مش مفوض يبقى معنا في الميتنج كنت بتحس بقى تلاقينا ومالوش انفوت فهو ممكن ساعتها يبقى عنده الجرأة الاكتر ان هو يسال طب انا عندي بس حاجة تانية ممكن اروح اعملها فبقاش مكشوف ان هو يقول ده يعني اللي انا شفته ان ده اسهل ان هو يتقال اكتر ما اسهل ان هو يتقال في الميتنج انلاين اه فدي قصة اول حاجة انا الناس دي محتاجاهم في الميتنج اصلا او لا ما نجيبش الناس في ميتنج كتير او انا مش عارف هي لازمتها ايه خصوصا ان في اول الازمة لما حصلت الواحد كان بيجيب الناس كلها في الميتنج عشان يتطمن كده ان هما موجودين ومبقاش عارف هو انا حاسة ان هما معايا كده يعني كنا بندور على انجاجمنت فنجيب الناس مش المفروض يبقوا معنا في الميتنج بس عشان نحس ان احنا كلنا انجاج دي يعني ده مش صح انت عايز تفاصيليتات ميتنج انلاين صح؟ يبقى تجيب الناس الصح طيب ايه كمين؟ الفيجوليزيشن وده نقطة مهمة جدا 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 شيرنج السكرين على اي حاجة شيرنج السكرين على الـ بريزنتيشن عشان ترتب افكارك تتأكد ان الناس يعني معاك شيرنج السكرين على التولز هنتكلم با اكتر على التولز اللي فيها فيها فيجوليزيشن خصوصا خصوصا ميرو ميرو ده تول عظيمة جدا فيها كاردز وفيجوليزيشن والناس ممكن تدخل تكتب فيها انا بشتغل بيه بصراحة ومعرفش لو في حاجة تانية بتاعمل نفس الكلام ولا لأ بس ده نقطة مهمة قوي بنشير السكرين بتاعت جيرن نشير السكرين بتاعت تريلو نبدأ نحرك التاسكات واحدة واحدة مع بعض ده بيخلي الناس فهمة ايه اللي بيحصل احنا بنتكلم على انهي اشو دلوقتي ولا بنتكلم على انهي ستوري دلوقتي وعنشتغل فيها ازاي والكلام ده كله التولز زي ما كنت بقول هل التول كويسة مريحة للناس يعني اللي انا اعرفوا ان فيه تولز بتستهلك انترنت اكتر من تولز تانية فهل انا بقى التول اللي انا بستخدمها دي مناسبة لكل الناس الاتنديز ولا لا الانترنت نفسه قصة مهمة بصراحة يعني انا اي انكرج اي حد معي تيم او عنده شركة ان لو حد من التيم عنده وعندوش انترنت كويس يحاول هو يفرهول احنا مشتغل اونلاين من غير الانترنت ما يبقى كويس شغل مش يمشي اصلا فنقدر نتاب الانترنت من ضمن التولز يعني وغير كده التولز اللي احنا مشتغل عليها لنا سلايد مهمة اكاملة عن التولز كلها بس التولز في الانترنت هتبقى التول للفيجول زيجاجات التول للتاسك مانجمنت فيه حاجة جميلة جدا لو ان احنا معانا تليفون او لابتوب اللي هو فيه الالم وابنرسم وبنشرح دي برده عظيمة جدا وتقدر ان هي تتوصل حاجة خلي ناس انججدوا الكلام ده كله تقوم باقي زي ما حدت انت في الاول قاعد مع الناس شايفه شوش محواليك بيسمعينك مش سمعينك بيلعبوا في الموبايل بصص لك مش بصص لك طيقك مش طيقك أصلاً يعني بتحس طب دلوقتي أنا عمل ايه؟ تبقى بأكتر من شكل أول شكل فيهم اللي هو وده الأبتمام يعني إن كل الناس فتحة الفيديو فأنا شايف وشوش الناس آه بخصص الـ eye contact لأن كل الناس بتبص مش بتبص في عيني بتبص في الـ screen بس أتليست أنا شايف الناس آآ هقدر أحس شوية بلي كنت بحسه لو قاعد معيهم في الميتين آآ بس للأسف أنا ساعات القصة دي ما كانتش آآ مناسبة جداً في بعض الأوقات لأسباب كتير أول سبب منهم الانترنت لو كلنا فتحين الفيديو مش ناسمها بعض آآ لقينا إن إحنا مش نافع نعمل كده تاني سبب ممكن ما يبقاش مريح لبعض الناس آآ اللي قاعدين في البيت طبعاً خصوصاً مثلاً حد زي مثلاً ناس محجبات ومش عارف إيه فبرضو ممكن ما يبقاش مريح لبعض الناس في القصة دي. اه ولو ان انا رأيي ان السبب الاساسي الانترنتي يعني انا ممكن ااجي ان انا لأ قلب سواد مع الناس اه عشان اتشاكل انجيجمينت بتاعتكم احسن من المش مهم الراحة شوية ما كده ولا كده احنا في الشغل وكده ولا كده ده نفس السبب اللي انا كنت قاعدة بيه في الشغل طول النهار. بس هي للأسف مشكلة الانترنت هي اللي مخلية موضوع الفيديو ده صعب قوي. فبنبدأ نعمل حاجات تانية زي مسلا. اه لو التول بتتيح ان الريال تايم انجيجمينت ان اكتر من حد يغير. والان اتبان ريال تايم اعتقد ميرو فيه الفاسيليتي دي دي حاجة انه طب يفلان غير التاسك طب يفلان ادت طب يفلان افضيت فيبدأ الناس تبقى انجيجمينت معنا. او الاسم بالاسبوسيبل اللي انا بعمله معاكو دلوقتي. هيا شباب هيا تمام. هيا شباب اه طبعا انت في الميتنج اللي بتبقى موجود فيه بتبدأ تنده الناس بقى ساميها. طيب يا احمد انت معنا طيب يا اسراء انت هنا طيب يا مونة مش عارف ايه. ده بي برضو ان انت بتشجع على الانجيجمينت مع الناس. كل الكلام ده اا يعني اعتقد هي باي دفولت يعني ميتنج فاسيليتيشن كله هو مسؤولية السكرام ماستر. السكرام ماستر عليه دور جديد بقى انه هو ايه يبدأ يرتب الكلام ده كله. يبدأ يشوف الانلاين تولز هيعمل ايه يبدأ يجرب الحاجات دي. يشوف الانتجريشن بين التولز. كلام ده كله. المسؤولية طبعا نسكرام ماستر. اخر نقطة تتكلم على زمان برضو كان بيبقى قدامنا صبورة لطيفة مكتوب عليها هتكلمنا في ايه. فبنصورها وبنمشي. دلوقتي هنعمل ايه? ناخد بقى من اللي احنا قلناه. اه نبعت زي دي. اه الناس تقول له الله ده اللي اتناقشنا فيه. اه والله يا جماعة احنا عملنا كذا 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 واتفقنا على كذا كذا كذا. واللي كانوا حاضرين فلان وفلان وعلان. اه دي طرق ان احنا اه نتأكد ان الدنيا تمام وكله فهام. بتقدر انت بتلقطها وانا ساعات كتير كنا بتصور الكلام وهو ده اللي اتفقنا عليه ونبعته على سلاك وخلصنا. دلوقتي برضو محتاجي بقى اوضح. محتاج تتأكد ان الاكشنز واضحة للناس. وفي حاجة انا بعملها في الميتنز لما بيبقى فيها اكشنز انا محتاجة اتأكد ان هي اصلت للناس قوي. طب يا جماعة بقول الميتنز قبل ما انهي الميتنز. طب يا جماعة احنا كده اتفقنا على واحد دين تحاتة اربعة. تمامي فلان تمامي علان. ماشي منا وفقة احمد قال ماشي. اسرققلت كذا. عمر قال كذا. الناس تبقى متأكدة ان هو ده اللي هي عايزان. الميتنز من الحاجات اللي كده ولا كده يستحسن لو عملتها حتى لو انت في ميتنز عادي. بس برضو. اه لما بتبقى انت قدامك بحاجات كثيرة بتقدر انت تلقطها وانا ساعات كثير كنا بنصور الكلام وهو ده اتفقنا عليه ونبعثه على سلاك وخلصنا دلوتي محتاجي بقى أوضح محتاج تتأكد ان الاكشنز واضحة للناس وفي حاجة انا بعملها في الميتنجز لما بيبقى فيها اكشنز انا محتاجة اتأكد ان هي وصلت للناس قوي طب يا جماعة بقول الميتنج دي قبل ما انهي الميتنج طب يا جماعة ان احنا كده اتفقنا على واحد دين تراتة اربعة تمامي فلان تمامي علان اها خلاص ماشي اه مونة وفقة احمد قال ماشي اسرق قالت كزا عمر قال كزا الناس تبقى متأكدة ان هو ده اللي هي عايزين